بالنسبة لأصر البرون دايما لما حد بيقول كلمة أصر البرون بيحس ان فيه غموط كده معين ودايما بالنسبة عقصص كتيرة جدا على الأصر ده انتي لما دخلتي شفتي اي او مثلا أغرب القصص اللي سمعت سيها اللي ده حك في الموضوع ان انا يا صحابيك انوا خايفين يجوا معي أصر البرون وما انا دخلت وانتوا أصر عادي حلوة قوي وعبارة عن تحفة فنية البرون كان مغرم بمصر هو كان في 1904 كان جي من الهند مشروعه في السكة الحديد مشروع سكة الحديد يوصل بين المنصورة المطارية بعد كده اشترى أرض في 1905 هو وشريكه وفي 1906 بدأ يبني مدينة هليوبلس اللي هي تعني مدينة الشمس وكان هو هدفه انها تكون مدينة للترفيه وفي 1907 بدأ يبني أصر البرون وانتهى من البناء بتاعه في 1911 من بره هتلاقي التفاصيل المعمرية بتاعته بتاخده من المعابد الهندوسية وفيه تمثيل مثلا تمثيل لديفيد وتمثيل تانية كتير من جوا بقى التصميم بتاعه تحفة عبارة عن أورت داكو وفيه بعض التفاصيل الإسلامية البسيطة زي عند الشبابيك وهو حواليه أساطير وقصص كتيرة جدا يعني مثلا من حاجات اللي اسمعتها أنه هما لما جم يفتحوا السرداب لقوا أصار سحر أسود فيه ناس طبعا أيام كان مقفول بيقولوا لما دخلوا لقوا في دم ولكن دا غالبا كان بسبب أنه كان فيه وطويت والوطويت بتولد فالدم كان جاي من هنا فيه يقال أنه الأساطير دي تطلحها الورثة علشان هما كانوا بيبقوا مسافرين فعشان محدش يقرب من القصر محدش عارف الحقيقة فين ولكن هو عبارة عن تحفة معمرية تستحق أنه إحنا نزورة يا جماعة ما تخفوش يعني قصر بارون ما فوش أي حاجة وحشة بالعكل دا حلو جدا